لما يجي في بقى لحد كلمة تخيم يفتكروا على طول خيمة بس هو تخيم هو معنى البسيط لسيطرة الإنسان في مكان ما بشكل مؤقت بحيث إن الإنسان يعمل الوظيفة اللي هو عايزة في الطبيعة ويمشي على طول فيها نوعات كتير من الخيم بتنفع في أوقات الشمس وأوقات الهوى أو في أوقات المطر حسب نوع التخيم بتاعك بس أساسيات التخيم بتاعتنا القاعدة بتاعتها السليبنج باد أو الفرشة اللي هتقعد عليها الفرشة اللي هتقعد عليها دي مهمة جدا علشان تعزلك عن الأرض سواء كنت في صيف أو كنت في شتاء أو في أي جو لازم يكون معاك عازل في الأرض يفضل يكون فضي اللون ويعكس حرارة الجسم زي الشماسة بتاعت العربية أنا حطيتها تحت الخيمة دي بتاعت حرارة الجسمي وتدفيني كويس لأنها مادة عاكسة للحرارة ممكن تعكس 97% من الحرارة الجسمي وتدفيني وفيها كمان فراغات في قاقية الهوى دي في قاقية الهوى دي بتعزني عن الأرض وهي خفيفة جدا عملية جدا وبقالها معايا سنين بستعملها تاني حاجة أساسية موجودة في التخيم هو المنامة المنامة حسب حرارة الجو في منامة وانت بتشتريها تعرف هي بتنفع بدرجة حرارة ايه ما تشتريش منامة كده وخلاص لازم يكون عارف هي بتنفع في جو ايه والمنامة هي بتقوم بدور البطانية اللي تحميك من البرد مزاتها لان هي بتبقى خفيفة وبتبقى مقفولة عليك عشان ما يبقاش فيه تسريب للحرارة الجسمك ويفضل تختار انواع المنامات اللي هي من جوه صناعي ومن بره صناعي دي هتديك حماية من الرطوبة بتاعت بالليل الرطوبة بتاعت بالليل لو الطبقة اللي جوه قطنية او الطبقة اللي جوه مصل العرق هتفضل جوه معاك وانت ينايم وهتبردك جامد الحاجة اللي بعتبارها زيادة بقى هي الخيمة مش هي دي الاساس هي دي تحميك وتسهل عليك انك تختار مكان التخيم بسرعة من غير متراعي اتجاه الرياح ممكن تنام على طول ممكن تخيم في اي حتة ميزة الخيمة ان هي بتديك سيطرة بدل ما تدور على مكان مناسب للتخيم كمان بتحافز على ادواتك وبتحافز عليك بتبقى نظيف فانت اصلا لما تكون نظيف في رحلة هتقدر تكمل فيها فترة طويلة فهو المحترف في الطبيعة بتلاقي شكله نظيف رغم البهدلة ورغم التراب بسبب انه هو عارف ازاي تحافز على نفسه الخيمة مفيدة جدا بس مش ضرورية لو واحد لسه بيبدأ في تخيم ومش ضرورية في كل رحلات مش لازم يعني يبقى معاك خيمة وتكلف نفسك ممكن تستخدم اي بطانية ممكن تستخدم ان شاء الله كارتونة تعزل بيها جسمك عن الارض الطبيعة بسيطة عايزة حاجات بسيطة التعقيد ساعات بيبقى مش كويس فيها مش صح ان احنا نعتمد على ادواتنا اكتر ما نعتمد على عقلنا فيها النجاح في الطبيعة هو الاعتماد على العقل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة